السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أسعد الله أوقاتكم أبنائي وبناتي بكل خير كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بأتم صحة وعافية بإذن الله معكم معلمتكم منال صالح الغريب معلمة للمرحلة التأهيلية لطلابي وطالباتي الرائعين في الصف الثالث تأهيلي معنا في الفصل الدراسي الأول عنوان درسنا أبنائي وبناتي هو حماية خصوصيتك على الانترنت في البداية نسترجعنا وأنتم قوانين التعلم عبر قنوات عين التعليمية وذلك من أجل ماذا أبنائي وبناتي الاستفادة عند مشاهدة دروسي عبر قنوات عين التعليمية علي أولا أن أختار مكان مناسب ومهيئ للتعلم بعيدا عن الطجيج أو التجمعات أفراد أسرتي حتى أكون بكامل تركيزي كذلك تكون لدي معرفة مسبقة بجدولي وأوقات التعلم المباشر صماء على منصة مدرستي أو معنا عبر قنوات عين التعليمية كذلك أبنائي وبناتي أستعد بذلك بتجهيز كتابي المدرسي أدواتي التي تلزمني كتاب القلم جميع ما أحتاجكم بالقرب مني بعد ذلك أستمع إلى درسي بتركيز وأتابع الدرس حتى ينتهي الوقت المخصص منه حتى أستفيد استفادة كاملة من مشاهدة الدرس أبنائي وبناتي نوجه رسالة إلى أولياء أموركم في حال كنتم تشاهدون الدرس في المنزل أبنائي وبناتي نطلب منهم مشاركتكم تقديم التوجيه والإرشاد لكم إذا لازم الأمر عنوان الدرس هو حماية خصوصيتك على الأنترنت الهدف العام هو أن يتعرف الطالب والطالبة على حماية خصوصيته على الأنترنت الهداف التدريسية أبنائي وبناتي هو أن يذكر الطالب والطالبة ماذا يعني الأنترنت ثانيا هو أن يذكر الطالب والطالبة طرق حماية معلوماتية حماية معلوماتية الأنترنت أخيرا أن يذكر الطالب والطالبة كيف يضع رقم سري قوي للبريد الإلكتروني إذن نلاحظ هنا معنا الريبورد سيخبرنا بمعلومات مرة 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 مهمة إذن هذه المعلومات ذات أهمية عليها سيخبرنا عنها الريبورد رح يخبرنا أنه ماذا؟ أنه الأنترنت عبارة عن عالم افتراضي هذا العالم الافتراضي قد يكون فيه أشخاص غير جيدين وحساء سيئين وحسابات أشخاص يحاولون سرقة بياناتي ومعلوماتي إذن الأنترنت هو عبارة عن ماذا؟ أبنائي وبناتي نلاحظ أنه الأنترنت عبارة عن عالم افتراضي إذن الأنترنت عبارة عن عالم افتراضي نستطيع من خلال مشاركة المعلومات والتواصل مع الآخرين ولكن هناك أشخاص سيئين قد يكونون سارقين يسعون خلف ماذا؟ سرقة بياناتي ومعلوماتي الموجودة على الأنترنت يعني صح إحنا في جانب جميل في الأنترنت أنه أستطيع تواصل مع أشخاص ممكن أنا أعرفهم والأنترنت يتيح لي أيضا التواصل مع أشخاص ممكن ما أعرفهم ما شفتهم في حياتي الواقعية وممكن ما رح أشوفهم في حياتي الواقعية ممكن يكونوا يعشون في طرف آخر من العالم إذن الأنترنت سهل عليه التواصل مع هؤلاء الأشخاص في العالم الافتراضي ولكن قد يكون من هؤلاء الأشخاص أشخاص سيئين أو ممكن يكونوا سارقين يسعون إلى ماذا؟ إلى سرقة المعلوماتك والحصول عليها ممكن لغرض ابتزازك أو لنسلب الجانب المادي لديك لذلك علينا الحذر من سارقين أبنائي وبناتي البيانات على الأنترنت ممكن يطلب منك صورة لبطاقتك الشخصية ممكن يطلب منك تصوير أنه تصورين المنزل أرجاء المنزل حتى يكون لديك تصور كامل عن أجزاء المنزل وكيف الدخول إليه وكيف الخروج منه إذن أكون حذرة يعني ما أعطي سارقين البيانات معلومات خاصة فيني سواء كانت عن المسكن أبنائي وبناتي يعني أحيانا نصور أنه المنزل أو نصور أفراد أسرتي ونرسلها لبعض الأشخاص مثلا يطلب مني صورة أصورها مثلا لأحد أفراد أسرتي للأم للأب للأخت للأخ أقوم بالتقاط هذه الصور وأرسالها له إذن هذا تصرف جدا جدا خاطئ لأنني أنا قاعد أعطيه جزء من خصوصيتي نحن في منزل في جدران خلف أبواب أبنائي وبناتي إذن هذا الجزء من المنزل له خصوصية كذلك معلوماتي وبياناتي الخاصة إذا كانت مثلا بطاقة البنكية بطاقة الأحوال الخاصة فيني جميع هذه المعلومات أبنائي وبناتي هي ليست متاحة لجميع مستخدمي الأنترنت يعني هي خاصة فيني أنا ما أعطيهم أي شخص على مستخدم الأنترنت يطلب مني مثلا صورة من بطاقة الهوية الشخصية لدي أو صورة مثلا صور لأفراد أسرتي غير مسموح لي بنشرها أيضا أرقام المرور الخاصة بإيميلك أو بأحد الأنظمة الموثوقة أو البرامج الموثوقة عندنا في الدولة مثل إبشر نافذ هذه الأرقام السرية خاصة فينا أنا ما أعطيها أحد حتى لو جاني مثلا الأرقام السرية التي تأتي على الهاتف الجوال إذا كانت مرتبطة ببعض البرامج أنا ما أعطيهم إياه ما أعطيها لأي مستخدمي الأنترنت هي خاصة فيني إذن هي ترسل إلي بشكل سري على هاتفي الخاص إذن أنا فقط من يحق لي الاستخدام لها أو الشخص الوصي علي ما أمنحها لشخص آخر ما لمعرفة فيه سوى في عالم الأنترنت الافتراضي لذلك علينا نحذر أيضا أبناء إذن أني ما أعطي أرقام المرور الخاصة سواء بإيميلك لأي أحد من مستخدمي الأنترنت اللي تعرفت عليهم أو من الأشخاص الموجودين حتى لو كان ما كنت تعرفها ما تضعها حتى في المواقع أو البرامج أنت تدخلها لا تضع معلوماتك وأرقامك سرية حتى حق بريدك الإلكتروني أيضا انتبه وأحذر من إعطاء أرقام بطاقاتك البنكية إلى أحد مستخدمي الأنترنت والله صور لي مثلا للبطاقة بشوف أنت في أي بنك مثلا خلنا أشوف في أي بنك أبدا ما أحاول حتى للمحاولة أو أستخدم مجرد أني أصور ثم أحاول أني أضلل على أجزاء البطاقة أيضا هذا تصرف خاطئ لأنه أصبح الآن مع تطور التقنية يمكن إزالة هذه التضليلات والخطوط اللي يمكن أن أضعها على أساس أني أخفي علامات البطاقة هذه معلومة سرية بطاقة بنكية خاصة بي ليست يا أبنائي وبناتي هي عرضة للتداول أو للنشر في عالم الأنترنت لأنها ممكن أكون أضع نفسي في ممكن جرائم أدخل فيها من غير قصد ممكن أتعرض للسرقة أي من خلال نشري لبطاقاتي البنكية أيضا سجلك المدني الموجود في هويتك الشخصية ما أعطي لأي أحد من مستخدمي الأنترنت ننتبه أن سجل المدني هو هوية وطنية أستخدمها فقط في البرامج الوطنية أو الأشياء الخاصة مثل مثل الأبشر الأشياء الخاصة فيني أنا وأستخدمها بشكل مباشر ما أنشرها على الأنترنت مرة نحذر أنه ما أنشرها حتى لو من باب أنه لصديقتي على الأنترنت بوريك رقمي شوفي بطاقتي لونها كذا عجبني أو شوف يا صديقي أنا في أي بنك شوف البنك بطاقتي الجديدة حصلت عليها أبدا نحذر منها وصلت معكم أبنائي وبناتي إلى نهاية درسنا رح أسألكم سؤالا سريع إذا كنت من أحد مستخدمي الأنترنت أبنائنا وبناتنا ودخلت مثلا مع مجتمع في العالم الافتراضي مجتمع رقمي وجلسنا نتواصل مع بعض وطلب مني مثلا تصوير أحد أفراد أسرتي دون علمه لاحظوا طلب مني تصوير أحد أفراد أسرتي دون علمه هل يحق لي ذلك أم لا أحسنتم أبنائي وبناتي نحذر تصوير أحد أفراد أسرتي يعتبر أبنائي وبناتي جريمة معلوماتية أيضا أنا انتهكت فيها خصوصيتنا بحيث أني قمت بنشر شيء لا يسمح لي بنشره إذن أبنائي وبناتي المهارات الرقمية أصبحت مطلب من مطالب المستقبل لذا علينا معرفات ما هي الحقوق والواجبات علينا التي يجب أن نلتزم بها عند استخدامي في عالم الأنترنت الافتراضي وصلت معكم إلى نهاية درسنا ألقاكم على خير بإذن الله معلماتكم منال صالح للغريب